السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نتعرف على درس المستثناء بإلا الواحدة السابعة المستوى السادس اذا واحد تذكير بسيط في المستثناء فالمستثناء هو اخراج اسم من دائرة ما قبله يعني واحد الاسم ونخرجه من واحد الامر او واحد الشيء وقع في الكلام اللي قبل منه مثال وصل المتسابقون الى متسابقا وصل المتسابقون الى متسابقا اذا هنا المتسابقون كلهم وصلوا الى متسابقا اذا هذا هو الاستثناء أو المستثناء دائما او المستثناء بإلا نجد فيها الادات الا الا اذا عندنا ثلاث حالات بالنسبة المستثناء الحالة الاولى والثانية والثالثة الحالة الاولى وهي التي يكون فيها المستثناء منصوب وتكون هذه الحالة عندما يكون الكلام متاما ومثبت يعني تام الأركان كلمستثناء 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 منه غير مسبقين بنفي لا تكون احد هنا في لا أو لا هنا في اول الكلام يعرب الاسم بعد الا الا انصاب منصوب مثلا المثال هذا او الكلام متبت تام بأركان كلمستثناء منه وكلمستثناء الى استثناء كلمستثناء ولكلمستثناء غير منفي يعني تكون هنا احد لا ولا ولا مثال ليس إذا هنا في هذه الحالة كان العربة متى سابقا مستثناء منصوب الحالة الثانية هي التي يكون في الاستثناء تام الأركان يعني كان المستثناء منه الأدات الاستثناء وكان المستثناء ومصبق بنفي ولكن هنا عدنا نفي يعني عدنا نفي في الأول جملة مثلا هنا ما حضر التلاميذ إلا خالدا المستثناء موجودة أدات الاستثناء موجودة المستثناء منه وأيضا موجود لكن الكلام منفي هنا واحد الكلمة هنا أدما كانت نفي لنا هالكلام هنا في الحالة الثانية عندنا حالتين إما أن نقول خالدا أو خالد إذا جاءت الكلمة بعد إلا في هذه الحالة منصوبة فيعرب مستثناء منصوب ويمكن أن ترفع فنقول بدل تعرب بدل إذا الحالة الثالثة هي التي يكون فيها المستثناء منه أو يكون الاستثناء نعقص يعني المستثناء منه غير مذكور والكلام من فيه مثال ما كلمك إلا سعيد المستثناء منه مثلا نقول ما كلمك الأولاد إلا الأولاد وأنستثني ومنهم سعيد لا المستثناء منه غير مذكور ما كلمك إلا سعيد فهذه الحالة يعربه حسب موقعي في الجملة هنا سعيد ستكون فاعل وهذا فاعل مؤخر يعني ما العربوهش استثناء وهذا إلا كتسمى أداة حصر يعني في هذه الحالة نعود أن نذكرها بيننا الكلام من فيه والمستثناء منه غير موجود غير مذكور هذا الكلمة قد تعرب بحسب موقعها في الجملة إذا نأتي إلى النص ، إذا عندنا هنا جملة استيقظ زهاع السادسة إلا ربعا عدنا المستثناء منه الساده دائما المستثناء يكون قبل أداة الاستثناء عدنا هنا أداة الاستثناء إلا عدنا المستثناء ربعا المستثناء دائما يكونوا بعد أداة الاستثناء هنا الكلام تام ومثبت يعني لا يوجد الكلمة التي تنفيه هنا والمستثناء منه مذكور إذن هنا يعراب المستثناء هنا اسم منصوب أو مستثناء منصوب هنا في الجملة الثانية لاحظوا بأن هنا كنالة يعني الكلام منفي والمستثناء منه مذكور هذا هو شيء إذن هنا يجوز حالتين الحال الأولى أن نعريبه أن يكون بدلا والحال الثانية أن يعراب مستثناء يعني أن يعراب يمكن نقول بقارة فيعراب مستثنى منصوب أو نقول بقارة فيعراب بدلا في الحال الثانية الحال الثالثة وهي التي يكون في الكلام منفي والمستثناء منه غير مذكور المستثناء منها غير مذكور أدات الاستثناء وفتنة هي المستثناء هنا جاء ما بعدها إلا خبر لي ليس فتنة أنا عربها منها حسب الموقع جاله في الجملة يعني تعبر خبر لي ليس إذن هذا هو الدرس للإستثناء هنا عدنا أستخلص المستثناء اسم يقع بعد أدات الاستثناء للمستثناء بإلا ثلاث أحوال يجب نصبه إن وقع في كلام متبت ذكر فيه المستثناء منه تمنصوبا على الاستثناء أو بدلا تابعا للمبدال من إذا كان الكلام منفيا والمستثناء منه مذكور يجب أن يكون ما بعد إلا حسب التركيب كما لو كانت إلا غير موجودة إن كان الكلام منفيا والمستثناء منه غير مذكور نأتي هنا الأمثلة لا يناله هنا كتلاحظوا عندنا الكلام منفي لا ينال المجد إلا العامل هنا يعدنا العامل كتلاحظوا بأنها مرفوعة إذن هنا عدنا الكلام منفي والمستثناء منه غير مذكور إذن المستثناء هنا وهذا العامل سوف تعرف حسب موقعها في الجملة يعني ستكون هنا فاعل بالنسبة للتانية الجملة التانية لم تثمي الأشجار إلا النخيلة هنا يعدنا النخيلة الكلام منفي ولكن لدينا المستثناء منه إذن هذه ستعرف مستثناء منصوب إخضرات الأرض إلا قليلا إلا قليلا هذه أيضا تعرف لنا مستثناء منصوب وشكرا جزيلا